بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردغان السيد وزير الأول السادة الوزراء سيداتي وساداتي رجل أعمال من البلدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنيابة عن الوفد الاقتصاد الجزائري بيكمله وبالأصلا عن نفسي أريد أن أرحب بكم في وطنكم الثاني ويسعدني مقابل زملائنا الأتراك مرات أخرى حيث لدينا الكثير لنتبادله بالنظر إلى السياق الدولي يبدو أنه يمكننا القيام بعمل أفضل فيما يخص الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية لكلا البلدين يهدف هذا المنتدى الاقتصادي إلى تحديد قطاعات الأنشطة التي توفر آفاقا جديدة للتعاون وبالأخص لتعزيز الروابط بين المتعامل الاقتصاديين في كلا البلدين تتواجد أكثر من الآلاف شركات تركية في بلدنا وهي جزء من النسيج الاقتصادي الجزائري إن قدراتنا جامعية للنجاح معا حقيقيقية ويمكن أن تنمو بشكل كبير في الجزائر تحسن مناخ الأعمال بشكل ملحوظ ويستمر في التحسن يوما بعد يوم بفضل عزيمة رئيس جمهوريتنا وبفضل الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها حكومتنا تكرس خطة عمل الحكومة مبادئها التوجهية لرفع القيود التي قد تعيق اجدهار المؤسسات والاستثمارات الانتاجية من حيث الإجراءات، الآجال والتكاليف وهكذا فإن الجهود التي بذلها بلدي في تنويع اقتصاده وتكييف تشييره تكمل مزايا موقعه الجيغرافي الذي يعد بوابة لأوروبا ولإفريقيا في نفس الوقت إن التشاور دائم والفعال بين سلطاتنا العامة والفاعلين الاقتصاديين قد أتاح اجتعادة الثقة اللازمة للعمل من أجل التنمية الاقتصادية للبلد هذه الثقة واضحة وتنعكس في اللحظة التي أتحدث إليكم في أكثر من الآلاف المشاريع الاستثمارية التي تم إيداعها لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالإضافة إلى المشاريع التوسعية وفي إيطال هذا التشاور يعتبر قانون الاستثمار الجديد خطوة أساسية تتيح الرؤية لمستثمرين على مدى عشر سنوات وإن رقمة الإجراءات الإدارية رافع فعال في تقليل البيروقراطية وآخيرا سيمكن صدور قانون العقار الاقتصادي من فتح أفاق واسعة لتحقيق الاستثمارات يضاف إلى هذا السياق الجديد العناصر الأساسية لقدرة التنفسية أولا قوة عاملة مؤهلة تكلفة مخفضة للطاقة وتطور هام للبنية التحتية سواء كانت برية جوية أو بحرية ثانين إلغاء الضريبة على النشاط المهني الذي سيؤثر إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطن هذه هي البيئة التي تتطور فيها الشركات الجزائرية والتي تسمح اليوم بزيادة هائلة في صادراتنا خارج قطاع المحروقات الصادرات خارج قطاع المحروقات هي أربع كلمات جوهرية تمثل تحديا مهم لبلدي ونحن هنا اليوم ندعوكم لمشاركتنا هذا التحدي لقد أثبتتم للعالم كله بفضل التطور الاستثنائي لقطاعكم الصناعي قدرتكم التصديرية الكبيرة وفي عالم دائم التغيير من الضروري تكامل الاستثمارات والخبرات حتى يتسنى لاقتصاد بلدينا التصدي للتحديات الاستراتيجية على الساحة العالمية تقع الجزائر على أبواب كل من أفريقيا وأوروبا ولدى بلد مقاومات رئيسية تمكننا من العمل معا لاقتحام مجالات جديدة في الأسواق العالمية من خلال تحالف صناعي ليكون هذا التحالف الجديد قيمة مضافة تتمثل في خلق وتأمين فرص العمل في كلا البلدين وتضع دولنا على طريق النمو المستدام والشامل أريد أن أقول أيضا بعض الكلمات عن السياحة لأنني على إطلاع بمدى حبكم لاكتشاف العالم بالطبع كجزائري أرى بلدي كأجمل بلد في العالم بفضل تنوعه لجيغرافي الكبير وبيئته الرائعة بحيث يشكل قطاع السياحة مقومة اقتصادية هامة أقترح عليكم مشاركتنا في مراجعة برنامج زيارتكم لبلدي واكتشاف كل ما يمكن أن يقدمها البلد على النحو أفضل فصحراؤنا الشاسعة تتألق بجمال مذهل وسواحلنا تسخر بشواطئ رائعة فسواء في الشتاء أو الصيف تستحق الجزائر الاكتشاف وسيكون الاستقبال لأصدقائنا الأتراك بذراعين مفتوحتين سواء كسياح أو كمستثميرين الجلسة التجارية القادمة لبيتوبي ستمكننا بالتأكيد من فهم بعضنا البعض بشكل أفضل وتبادل الأفكار حول أنشطة اقتصادية جديدة لتحقيق شراكة فعالة وديناميكية وقبل الختام وأكد التزام مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري كريا بمساعدتكم في تحقيق استثماراتكم في الجزائر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته